الفيديوهات الاخوان درناهم من اجل لا يبراه بالزاب الناس كتشوفهم انهم تحريد يعني كتشوف انهم مصالحينش للمجتمع دينا ومصالحينش للشباب دير ولا دي بلدنا لاكسر نضد هذه المسألة وديما كان نركز على هاد النقطة في الفيديو ديالي يعني الانسان ما ياخدش فيديو واحد ولا جوج ويقول الياس هنا بينا راسو بطال ولك يفتخر براس وانا ما كان افتخرش براس يوم عمري كنت بطال وانما الدور ديري في الحياة كان بحтра ككه معانتي كانت بحالكك قصصي كانت بحالكك الحياة ديري كانت بحالكك الاخوان الفيديوهات كلهم اللي حتيت من هرب ديت proxy العبرة لايبرة ولا تتابع احد ولا كان ادي حد لاكس كان نبين في الناس باش مضاجش في الاخطاء اللي زينا salmon اخطاء لطح以هم ايلياس اكيد اخطاء اللي لطح في ايلياس كوراري لان اغربة كلهم تعرض لهم لان كنا كان نعيشوا عيشة واحدة وسيستهم واحد . يعني تعمل فائدة على الجامعة على الإخوان وتنبغيكم بزرط مع ندخلكم إلياس قراري الفيديو والدي اللي يخصوا من البارتاج باش يستفدوا منهم الناس طال الله فراتكم والخوت سماعكم أخوت كديرين بخير لابس عليكم اتمنى الله كل شي يكون بخير ولا خير يا ربي نبدأ وقصة إن شاء الله هنسترجع معكم الأحداث 2006 2006 الوقت اللي تتهمت بالحشيش عاودت لكم بزاف ديال الأحداث فاشت اعتقلت يعني كانت أطوار المحاكمة كان شوية صعيبة لاني كنت دخلت في إضراب على الطعام في البداية ديال الأعتقال ديالي لانهم كانوا دخلوني عند المحكمة الجدائية وتفاجأت بجموعة من التهم اللي هي اللي خلتني ندخل في إضراب على الطعام وشكاية للسيد وكيل العام باش جيهة أمنية اللي جي تستمع ليها كالفرقة الوطنية أو المخابرات كنت كانت توفر على شيء معلومات اللي كنت بغي ندليبها والمحكمة رفضت أنها تدخل معي فات السياق ودخلت في إضراب على الطعام يعني شيء معاناة مع المحكمة القنطرة والأم القنطرة يعني فرامون ذاك شيء يقلم الحمد لله الحمد لله على كل حالة الإخوان الحمد لله أرجع القصة على الإخوان باش من تلفش خذيك لوقيته أنا أدخلوني للحبس فإن دخلت للحبس يعني درت شكاية ديالي السيد وكيل العام ودخلت في إضراب على الطعام الوقت اللي دخلت إضراب على الطعام يعني السجن ما عديش يقبل يخليني مع السجناء وعينما عدي يخليني فلانفرمري دعوني للحبس يعني عندهم أمراض مزمنة يجمعونهم في غرفة في الأنفرمري ويبقون مراقبين الحالة الصحية لهم الذين لديهم الضيقاء والقلب والتنسيون أنا دخلت في إضراب على الطعام وكنت أمم بون كنت أدخل رابوس كنت أدخلني لازم في واحد الوقت وكانت تخنق بالليل ديما يخرجوني للأوكسيجين وعينما أدخلت في إضراب على الطعام قالوا لي الحالة الصحية التي لا تستحملت تبقى أمرك مع السجناء وما يطلعوني لذلك الأنفرمري الصراحة كانت أجواء زوينة كانت أجواء ديالة رمضان كان أحد يبيت سأقول لكم جمو فيه الشدراري قصمهم بالله إلى نصف يوم كانوا متهمين يعني أنا عشت معهم وطلقتهم في حباسات أخرين أنا سأقول أسمع ديالهم لأنهم أصدقاء ديالي وديما يقولوا لي لم تذكر القصص اللي قي يقعوا بنا وبنا سأقول لهم نوجه لهم التحية بهذا الفيديو سأقول لهم دوسوا الحبس بالباطل حسبي الله ونعمل وكيل في اللي كان سبب تبا بدوا حياتكم جديدة وتوكلوا على الله والموم المصابة لإخوان أخويا حلاوة قصيتي بزاف وتتهمتي بالباطل وعشنا معك بزاف ديال حويج ما زال غنعود قصصنا وياك وما زال غتكون معي في قصص أنتو أخويا ساعد أخويا ساعد لقيتوا البارح في الكلينيك وسلم علي مسكينته واسترجع معي الدكريات وفكرني في الوقت ما كنا نويا في هذا الانفرمر يعني كنا أحد الأجواء كنا نصلي مجموعين كنا نفترون مجموعين كنا نفترون مجموعين يعني كنا نحاولون منذ وزوقنا بعيد على المشاكير لأن الناس الذين كانوا معي في هذه الغرفة كانوا مجموعين ولكن كانوا بعد الأحداث يوقعوا في السجن يعني كنا نصل إلى الصدر لماذا؟ لأنني كنت هبطت من الانفرمر كنا نذهب مع الدراري أصدقائي ديالي كنت أحضر للشحويج غريبا عودكم واحد طريق فوقات في هذه اليوم واحد الدري كان ديما يحاول يهرب اليوم كان هرب اليوم واحد مرة في الالفين أنا جئت ديك ساعة أول مرة نجي الحكس قالوا لي أنا وراء كان في هذه الغرفة وكان تشتكر تصبق وقت عليهم من القريات وهرب ديس تشارب عشر وخم شهر عاد شدوه رجعوا إلى هذه السجنة ولكن ديما هذه فكرة اللي هرب عنده ديما ما يقولها لي دريود البادية ما بويتش نذكر الاسم ديالو باش ما ندخلش في حساسيات مع الناس وإنما كان صديق ديالي وعزيزة ديالو كنت كان تبادلنا ويا أفكار وكان تاهمتهم في واحد الجرائم وقعوا في البادية وتورطوا الوليد ديالو مسكي الله عمرها دار وكيعرفوا العائلة ديالي دكشير لشان اطلقيت في الزيارة العائلة ديالو وبقات بينه وبينه واحد صدقة وكنت كنقلس معي يعني كيبقى يتعوذ معي واحد نارية ترى ما تقول لك هدري كان صعيب بزاف وما كانت يحشم من تشي واحد وما كانت يرجع له وواحد لو قيتارك انت عاودت لكم فاشكنت في السيد وانت سعود كانوا جابوا البوليس ديالقناة ترى كانوا تهموهم بشير شواء وكانوا جابوهم تمايا وهو غي يسمع ومعمرو كان عنده مشكلة مع البوليس وغي يسمع بأنهم جابوا بوليس ناضي حديدة منطها وكان بغي يمشي قتلهم الحمد لله الحصول رغي مورطين بعد منهم أخي وبعدتوا عليهم سامح معهم صافي تم حيدهم من ذلك الجناح اللي كان ساكن فيه وطلعوهم الأمل را كنت عاود لكم هذا القيصة وسكنت معهم في الغرفة ووقعوا بيني وبينهم بزاف ديال مشاكية را كنت أعطيهم كان أعطيه درم عمرت وفي التليفون ومشا شكو بي الموذير شي حواجه الإخوان توقعوا يعني حاجة كددك لحاجة راجعوا القيصة باش من تلفوش واحد اللي لا أقول لكم يا إخوان يعني أنا صراحة ضحكت يعني أنا ويهرب يعني قدر يوفر لرسول ذلك اللامات ديال الحديد وقيت عنده وجوج قال لي يا خيالي صغيرة يدعم معي أراد اللي لا غادي نحاول ما أمكان باش ننهرب من الحبس يا أخوة عشان قول لك تتعرف يعني الله يسهل عليك أن ذلك ساعة ما زال ما تحكمتش وما كانتش عمرك كانت عني صراحة فكرة عني نهرب من الحبس يعني كتبان قدامك سهلة أنك تهرب يعني كتلقى بعض الفورة اللي تقدر تهرب فيهم ولكن يطلق على ما أمري فكرت يعني لما كانت تواجهت مع الدولة باش ناخد حقي يعني ناخد الحكم ديالي اللي نستحقه ونمشي ندوز العقوبة ديالي ونحاول نصلح من راتي ونبدل حياتي يعني مع أمري كانت عندي فكرة دي أني نقع عايش شهر بحياتي كاملة يعني الإخوان ديما الإنسان يلتازم وينضابط ويعيش حياته ترنقل لأن الصواب رأى الصواب علينا كامل هنا على أخوتنا على والدينا رأى الدولة براسها غدا معنا فتريق الصواب يعني ما كتضلمناش ما كتتعداش دينا ما كتتحقرناش وإنما القوانين هي اللي كتخلي الكون في لبنا وبين الدولة تعمل موعد غيقول كأيديات فحليك يشكرهم ولك يمضحهم أنا كنمضح حد وإنما كنشوف اللوجيك ديال الاحترام والمعاملة احترمتي؟ تحترم ما احترمتي رأى الدولة تحترم يعني الإنسان يضابط والتزم بالقوانين ورأى موصلوحي أرجعوا القيصة الإخوان ونضحكوكم شوية في هذه الطريفة باش نختم لكم القيصة مع الدري كان بغاية بصراحة قطع لهم ذلك الله ما تعاقوا به كما ندرهم ماي واحد طالهم من الفوق واحد من التحت وكي تتنوي بطل عنده فهبط بغاية يهاجمهم بذلك الموس اللي عنده فهو حاصلين معاوه ولكنه لم يستطلع الدكس الصور الفوق وبقى حاصل الغال تحت وصدوا لي ذلك الكور خرجوا وقالوا خليك فراحة تقال ونظروا معك بنتي بغاية هرب لقيتك يتطلع لا يستطيع لم يستطيع وقالوا له واحد موظفش مرون وانتشاد السلاح وقفوا قداموا يقولوا له سوف تفيدك الصور وبقى نحنا نشترجم من الفوق مع الفرمليج جعالي شي شوية على الكارتيات كنا نضروا معاوه بغي طلاق ونقولون على الشيطان يونس خلي جل مرة خراوها وهو سكران بيني وبينكم الإخوان هو واحد الحالة هي السيرية حس برسوا بحال ما مقدرش يتفيه تهرب ليهو بعناك كان نرغبوه ينقل الشيطان باش يحضك الموسلي كان هذا صحيح لوقيته جايل برد ستدلقون تبقى كي يقولون صفاعي طوليهم خلوني ندخل البيت لنرتاح صحيح وبقى تلقي السلاح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا